فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال هذه المشابهة لما غلبت على المشرق سلط عليهم الترك الكافرون والشيخ رحمه الله ختم هذا المقطع بأن هذا يجري على سنن قوله صلى الله عليه وسلم نتتبعنا سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه فهذا من أبلغ النهي عن التشبه بالكفار ودل على أنه يكون في هذه الأمة من يتشبه بالكفار حتى في أتفه الأمور وهو واقع الآن في أتفه الأمور حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه مع أن جحر الضب معروف صعوبة وأنه لا فائدة من دخوله لكن لو كان في من كان قبلنا من يعمل هذا العمل لا وجد في هذه الأمة من يعمل هذا العمل وهذا من باب التحذير لا من باب التقرير وإنما هو من باب التحذير عن هذا العمل وأن لا ننخدع بما يستحسنه بعض الناس أو بعض الملوك لأنهم يعتبرون الأمم الأمم الكفرية أمم راقية وحضارية فهم يظنون أنهم حصلوا هذه الحضارة وهذه المخترعات بسبب هذه التوافه ولم يعلموا أنهم حصلوا هذا بالجد والاجتهاد والطلب والاستمرار في البحث لم يحصلوه في هذه التوافه ترجمة نانسي قنقر